أهلا بكم في درس جديد من قناة تعلم الإنجليزية مع أميرة درس النهاردة هقدم لكم مجموعة جمل جديدة مع نطق البطيء والسريح في اللغة الإنجليزية من سلسلة الطريقة الذكية لتسريع التحدث باللغة الإنجليزية تعالوا نبدأ الدرس كم عمرك؟ أنا في السلسونة من العمر ما هو عنوانك؟ ما هو رقم هاتفك؟ أين أنت زاهب؟ ما هو بريدك الإلكتروني؟ ما هو رقم هاتفك؟ ما هو رقم هاتفك؟ حظا سعيدا أحسنت عيد ميلاد مجيد كل عام وأنت بخير في صحتك تهانينا كونغراتيلاشن كونغراتيلاشن رحمك الله رحلة موفقة تمتع بوكبتك أنا أحبك أنا أحبك أيضا أحبك أيضا الأربعاء Wednesday الخميس Thursday الجمع Friday Friday السبت Saturday Saturday الأحد Sunday 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 اليوم today 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 الأمث yesterday 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 غدا tomorrow 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 مضطر أن أذهب الآن I have to go I have to go now I have to go now I have to go now Are you sure Are you sure Are you sure لست متأكدا I am not sure I am not sure I am not sure بالتأكيد sure 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 لا تقلق Don't worry about it Don't worry about it Don't worry about it هل يمكنك أن تشرح هذه لي؟ Can you explain this؟ Can you explain this؟ Can you explain this؟ لا أعرف كيف أشرح I don't know how to explain I don't know how to explain I don't know how to explain لا أعرف كيف أقول بالإنجليزية I don't know how to say it in English I don't know how to say it in English I don't know how to say it in English على سبيل المثال for example for example for example example إنه نوع من الحيوانات it's a kind of animal it's a kind of animal it's a kind of animal هل تستطيع قرأة هذه القطعة؟ can you read this paragraph؟ can you read this paragraph؟ can you read this paragraph can you read this word؟ can you read this word؟ can you read this word؟ كيف تنطقها؟ يا رب تكونوا استفدتم من الدرس ما تنسوش تشتركوا في القناة ولو أعجبكم الفيديو لايك وشير